مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا أو بمعنى صاحب برنامجكم أنتوا ناس من بلدنا ناس من بلدنا بنأكد دايما في كل لقاءاتنا وفي كل حلقاتنا أنه في خدمة بلدنا وكل ناس بلدنا النهاردة بقول ما تخافوش على مصر ما تخافوش على مصر لأن الشعب الشعب اللي يتجمع علشان خاطر فيلم فيلم سينمائي فيلم سينمائي اسمه الممر وحد المصريين كلهم على حب بلدهم وكاترسالة قوية جدا صحف كبيرة أو في العالم كله تكلمت قالت معقولة المصريين كده أيها يا أخويا معقولة إحنا كده بنحب بلدنا وبنخاف عليها ووسقين في جيشنا ووسقين في قيادتنا هي دي مصر مصر درع وسيف الأمة العربية لكاترسالة قوية جدا بجد شابوه لكل أبطال الفيلم شابوه للفكرة وللتوقيت التوقيت الممر بجد كان رسالة قوية جدا للعالم كله إن هي دي مصر وهم دول المصريين اللي كانوا بيعزفوا على أوطار الفرقة من ناحية والتجوع من ناحية والتعطيش من ناحية وموويل وإرهاب هم دول المصريين بيعشاؤوا بلدهم بيعشاؤوا جيشهم جيشهم الجيش المصري مش الدرع وسيف مصر بس لا 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 الأمة العربية كلها لازم كلنا نعرف إن اللي حامي مصر هو جيش مصر ابني وابنك وابن اخوية وابن جاري والودي اللي سكن على الناصية وابن خالت المحمد وابن عم عبد المجيد هو ده الجيش المصري لهم عسكر ولا مرتزقة ولا جابين حد من برة يحملنا ارضنا ولا يحمي ارضنا اللي صان العرض يسلم جيش مصر كاترسالة قوية في فيلم الممر هي ده الرسالة القوية للإعلام الهادف الإعلام المحترم اللي احنا بنتكلم فيه القوة النعمة انا عاوز لكم من اسباب نجاح ثورة ستة وخمسين لو رجعنا الورق كده ثورة اتنين وخمسين كان عبد الحليم حافظ واغنيل وطنية اللي كلنا حافظنا وبنرددها وما زلنا بنرددها كمان كان من اكبر داعم للدولة المصرية والجيش المصري كانت حفلات موكلسوم اللي جابت دول العالم كله دول كبيرة ودول صغيرة وكانت بتوقف تغني وبتفرد مندلها علشان خاطر الناس تتطرع علشان خاطر مصر هي دي القوة النعمة اللي احنا بنأكد عليها ان الإعلام المحترم الإعلام الهادف بقدم رسالة ولا أرواح دي كانت المقدمة بتاعتي معاكم النهاردة نبدأ بسرعة هنخرج فاصل سريع ونبدأ فقرات برنامجنا ياريت يا جماعة نزلونا فيلم الممر وفكروا الناس فكروا الناس أو معنا صح فكرهم كده زي ما بقولوا بقوة وعظمة الجيش المصري فاصل ورجعين ورجعنا من الفاصل وبنبدأ مع بعض فقرات برنامجنا ناس من بلدنا وبنقول الأول بعد ما شفنا المقطع ده من الفيلم الرائع الممر اللي بجد وحد المصريين كل العائلات اللي كنت بفرحان أو أنا بسمع الرجل بيندي على مراته ما تتأخريش يا أولادي يلا تجمعوا كلكو عشان هنشوف فيلم الممر بجد كاترسالة قوية جدا في ناس بتحارب وقف على الجبهة كمان في ناس بتحارب وبتشتغل جوه مصر وبرا مصر الناس بتشتغل علشان خاطر مصر وعلشان خاطر يرفعوا اسم مصر طبعا أخذنا فترة كده ريحنا فيها شوية ما تكلمناش عن حرفي مصري حول العالم لكن بعد النجاحات في الفترة الأخيرة كان لازم يكون معايا الكوادر والناس اللي على كتافهم قامت المبادرة ونجحت ووصلت للدول العربية ورايب جدا في إفريقيا وفي أمريكا كمان اسمحولي أرحب بضيوفي الأعزاء الكرام دكتور سامحة ديغيدي مؤسس مبادرة حرفي مصري حول العالم من ورانا في ناس من بلد مرسي حمد الله على السلام الله يسلم هاي الأخبار الأجوائي في العراء هاي جميلة طبعا العراء جميلة وسيدة الوقت يعني شوية في المشاكل بس لها طبعا المعرب كان فور ممتاز الحمد لله تمام كمان معي جوكر المبادرة ويعني عاوز أقول لمسك السيستم كله الأستاذة المحترمة مونة شبانة أمين صندوق مبادرة حرفي مصر حول العالم أهلا بحضرتك كنا بنتكلم على معارض جوة مصر معارض في أنديت البنك الأهلي معارض في أكثر من مكان فجأة لأينا طرسنا وهب العراء في كلام على البحرين ايه بدأتوا ازاي مشيتوا ازاي ايه اللي خلى الناس تقتنع بسرعة كده بحالة في مصر حول العالم بتقتنع بسرعة لأنهي أنا حرفي زيهم يعني مش قاعدة على كرسي يبعمل تارجت ولا هما فونسلية ولا بعمل بزنس معيهم بالعكس أنا بأثر طرق أنا مشيت فيها ليهم لأن هما يستهلوا فعلا أن هما يطلعوا بره يستهلوا فعلا أن هما يحصل عندهم دايما عجل التدوير وهم فنانين بجد ومبدعين بجد وبيعملوا حاجات في ناس كتير لو قاعدت سنين مش هيوصلونها بالفطرة اللي هما فيهم طلعنا معارض واثنين وثلاثة بره الحمد لله كان آخرهم واحد كان في الموصل وطبعا كانوا كله بقول لي أنت طلع الموصل تعملي إيه ده صعبة ده داعش لا وفيش خالص كلام ده الدنيا جميلة جدا والحياة كويسة وخدنا دعم كويس خدنا مساحة كويسة طلعنا عرضنا فيها شغلهم كمان في حيثة شغلهم في ناس بتقدر تديك شغلها تمام وفي ناس ما تقدرش تديك شغلها بتضطر أنت المسؤول عندنا اللي يقدر يشتري منهم الشغل بيشتريه يعني فيه امكانية دلوقتي الحرفين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي ومش هقدروا يسافروا إزاي يعرضوا مع المنتجاتهم دي بره إحنا فكرنا في كذا فكرة أول فكرة إحنا قلنا إحنا خمسة ستة ممكن يكونوا يقدروا يشتريوا من حرفين أصغر شوية عشان يحصل بسرعة دورة إنتاج نشتري منهم مش هيبقى مشكلة في 2003 لغاية 5 ما عندناش فيه مشكلة ده بالفعل المراضي لما نزلنا عمنا تعطى عقدات تانية مع حرفين تانية يعني إحنا ممكن نكون خدنا جلود ممكن نكون خدنا شنط جلد صناعي بس شغل يدوي ممكن خدنا إيه تاني يومنا خدنا شوية كروشي حلو قوي خدنا فوط خدنا منسوجات فيه ناس بقى تانية انتاجها كويس وكتير دي قدتنا المراضي منتجات منها كتير هنبيعوا وبعد كده نيجي نديهم الفلوس فيه حاجة تانية بنعرضها المرة الجاية إن شاء الله بعد السفرين اللي احنا رايحانا يوم الحد دي ان هم بنفسهم يطلعوا معنا اللي قادرين يطلعوا اللي مش قادر يطلع هنحاول السيستم اللي يبتوا شغالين بيه ده وعملية التواصل مع الحرفيين في محافظات مصر احنا عندنا من أسوان لسكندرية وكده بالتأكيد ما يبتمش بالدور ده لوحدك لا ما ده احنا ده احنا حوالي عشر ونموت نرجع بقى للسيستم والكشوف والأسماء والمحتوى والمنتجات الحاجات دي بتضافتها زي يا أستاذ مولا والله انا معايا حد طبعا باعتمد علي اعتمد حقيقي كبير مدام بتستم فاهمي ربنا تجيها تسح علينا وخليها طبعا هي بتساعدني في ده بكوزء كبير جدا هي بوستها العملية ببساطة يا محمد حاجة واحدة المصداقية والثقة المصداقية والثقة لو الناس اللي بتتعامل معها ده بخليني اقول زي ما مصر فيها حاجة حلوة كمان المبادرة فيها حاجة حلوة يعني دي دي يعني بجد احلم فيها المصداقية والثقة ده ينفع شعار ده طبعا ناخد شعار المبادرة يعني فعلا احنا ببنا فعلا في ثقة لما بتقول الناس الكلمة بصدك وبقلب بتوصل لهم بزرح وبيحسوا قد ايه انت بتحبهم وقد ايه فعلا بتجري عشان مصالحهم هو ده السر في التفاف الحمد للأقر كل الحرفيين حوالين منهم انا مش تخيل انا عندي كم ويت انجليست قد ايه احنا عندنا ويت انجليست رهيب تمام فقالهم بس دونا فرصة نسكن اللي معانا نسترفز على 150 ونعمل لهم خدمات ونفتح الباب تاني عشان مظلمش فكرة النهاردة احنا موجودين في العرق وفي حدود هالمي برضو ان حضرتك مسافرة العرق التاني قريب كردستان هل في طلب على منتجات معينة نوعيات معانا؟ اه فعلا في طلب على منتجات معانا وهي بالاخص بقى احنا نزلنا قلناها وقلناك كمان الاسعار احنا بقى ناسبت فيها حاجة حلوة معانا مين يا جماعة التليفون؟ ألو ألو السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام ربط الله وبركاته كابتن صفوت مصر خير؟ أهلا زحرات وسهلا نور كابتن أهلا 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 كابتن صفوت عبدالحليم مدير الكرة في نادي بروسيا مصر كابتن صفوت احنا كنا لسه بنتكلم ان فيها حاجة حلوة وانا لما جيت عندكم في العاشر بجد انا بقولها دلوقتي على الهوى في برنامج ناس من بلدنا بمتاح الامانة أنا فخور ان مدينة العاشر هذه القلعة الصناعية الرائعة الكبيرة فيها حاجة حلوة اسمها بروسيا مصر كلمني كده عن نادي يا كابتن صفوت والله اولا شهد تحرارك يعني حاجة كبيرة ووجودك في النادي وانت شكت بنفسك وانت خير شاهد يعني نادي بروسيا نادي محترم جدا نادي يعني الحمد لله رب العالمين بدأ عملوك يعني من اول مسؤولين وصاحبه ملكه سنحون فريد خميس ده رجل صناع أول يعني من كبار رجلت ناعف في مصر يعني شجن السجون تمام واحنا كم من الزمان محتاجين فعلة في المدينة حاجة كبيرة حاجة تكون مشرفة لمكان عملوك مدينة جميلة جدا في كل امكانيات لا هو انا اللي لفت نظري اللي لفت نظري يا كابتن بجد المنظومة المحترمة المنص محمود فريد خميس النادي جاب كابتن اسلام الشاطر النهاردة فيه كمان الانشاءات وفريد الكرة والتدعمات والحاجات الجميلة اللي انتم عملينها بجد بفيه حاجة حلوة في العاشر يعني النادي يعني النادي طبعا يعني اول خطوة عملها الاسمائيس ودي كابتن اسلام الشاطر بالفعل بشيان انا لأقود في النادي كابتن اسلام الشاطر شخصية جدا شخصية مفتربة جدا لا ومحبوب من الكل يعني كابتن اسلام اه طبعا محبوب من كل عنده مشروع كبيرة كابتن يعني عنده مشروع كبيرة جدا عنده اهداف وهو لما جيه منها دي وشاف قد ايه فيه ناس مخلصة وناس عتام من حاجة قدرك هو فعلا فضل صغيرة النهاردة احنا بروسيا من أكبر عندها في شرقية ليست بدلعب نهائي بطولة بطولة الشرقية بطولة زمالك نشيئين يعني احنا بنتكلم على الجهود الرائعة اللي بقون بها محمود فريد خميس في العاشر وخدماته كمان للرياضة مش في نادي بروسيا مصر بل في الاندية حتى المنافسة كمان الروح الجميلة اللي عملها في العاشر انتو كان عندكو في مباراة ودية من كم يوم كده بالزبط كان عندنا مباراة ودية مع افريق في العاشر برضو منافس نادي الصفوة وكان حصل اصابة قوية اللاعب في الملعب الاصابة دي اثرت نفسيا على اللاعبين كلهم اللاعب صفوة بقى رشكة من مباراة لكن كفي مشكلة عندهم ان هو عدم تكبير المنافس معناها الانتحاب ومعناها فوز نادي بروسيا 2-0 كانت الاسلام رفض الكلامة تماما بصراحة ده موقف يشرع عليه انا زياد نفس كنت مستغرب يعني فرصة لكتب وراء مهمة جدا مع فريق منافس كابتن اسلام اصر ان هو المطش اللي شوفه نادي الصفوة قدرته ولعيدته ومداربينه احنا الحدث بالنسبة لنا كان او بالنسبة لكتن اسلام اللاعب وصحيته وسلامته فدي كانت بادرة من فعل نادي صفوة تكلم معنا وبعطيه شكر لكابتن اسلام الشراطر وهو ده نادي بروسيا وهي دي الشخصات دعم معها وهي دي المسؤولية يا كابتن اسلام يا كابتن صفوة انا اعاوز اقولك الناس اللي كلموني حتى من نادي الصفوة كابتن علاء الدين الشخصات المحترمة جدا كلمني وقال لي كابتن اسلام جرب نفسه علشان يجيب الاسعاب في تركة ان عربيته اتخبطت اه بالظبط والله يا كابتن ده يعني انا مش عايز يعني انا مش عايز انا شغال ماخد اسلام مش عايز اكون مجامل لا الناس بتتكلم انا بص انا بنقلك وان اللي كابتن اسلام الكلام ده اقول له محمد عثمان عارف من الناس الناس اللي بتتكلم بطول انه كان بيجري زي المجنون علشان يجيب الاسعاب للولد انا واحد بقولها اكبر الناس بس كوش مسدق يعني انا هو واقف جنبي فكرة مش موجود فكرة انا بيجري بيجري بسرعة وكرة بفجأة انه عامل حتى في بوابه وبيجري بسرعة طبعا يلا الحمد لله ربنا اسلام كابتن صفت ارجو انك تنقل تحياتنا وتحيات فريق عامل برنامج ناس من بلدنا لكابتن اسلام الشاطر وكابتن محمود فريد خميس وانحنا بنشكره على الجهود الرائعة اللي بوم بيها في مدينة العشر وان شاء الله على ايديك وكده عايزين فرقة كرة تنافس وينادي بروسيا مصر يكون من اقوى عن ديت مصر ان شاء الله شكرا كابتن صفت شكرا لحضرت شكرا اللي اتماعي لقيت في حاجة حلوة في مدينة العشر بجد والله انا ان شاء الله لازم نتواصل معهم مكان رائع انا بس خدت الشعار اللي حضرتك وقلتيه السقة والاخلاص نازل مخلصة جدا عايزين يعملوا حاجة للبلد بجد النادي مكان رائع جدا ينفع مزار سياحي ومنظومة اكتر مراعاة لازم يكون للمبادرة دور هناك عند روح نشجع منامل عندهم معرض حرف يدويات النادي خلاص ان شاء الله انا بوصل كده خلاص انا تدبيسي على الهو ايو هنعمل عندكم معرض بالضبط مش تدبيسي على فكرة اللي هدبستوا جدا اه طبعا هدبستوا انا هشوفوا كم شغل يا محمد هنوريهم يعني ايه مصر يعني ايه حرف يدويات فعلا بجد احنا كمان في انا كنا في معرض تراثنا مبهورين طبعا لا ده معرض رأسنا ده انا عايز اقولك ردود الافعال بس الحمد لله وكمان التسجيلات اللي كانت مع توني انا جات لي واحدة في المعرض بتقولي انا تعبت من كتر اللي حلق اللي شوفته طولينا نفسي اشوف حاجة وعش نفسي جزع لا يمكن طبعا خالص مستحيل شوف حاجة وحشة ازاي وحنا احنا اصلا اصلا كل حاجة حلوة الحمد لله كمان وزارة التضامن عاملة معنا حاجة حلوة قوي الفترة دي عندها تقريبا في قرفور هتامل بارتشنات بدأت المبادرة تودي لها شغل من بارح فدي حاجة مشكورة عليها السيدة الفاضلة دكتورة غادة ويلي تحياتنا طبعا طبعا بش مهندسة ابتسام وطبعا مستشار الوزيرة سيد عدل بكساوي ناس بتقدم الدعم الفعلى لحرف الشواطر فعلى للناس المكتهبة فاحنا بجد بنشكرهم طبعا جهودكو طبعا القاصي والداني والناس كلها شايفة ولمسة ده على الواقع كمان الجهودكو كمان بر مصر يريت يا جماعة لو الصور موجودة بتاعت العراق بر مصر ده اسمه حرب بنعمل حرب بنعمل حرب بر مصر لي فيديو كده بيسألوني بيقول لي ما خفتيش تيجي الموصل قلت لهم الصور يعني بتنزل هاو الصورة دي كان فين ده كان في الموصل واللي موجود في الصورة ده مدير اعمال شركة بيرامدز والسيد رجل اعمال محمد شريف هو عنصر قوي في نجاحنا ونجاحنا مبادرة بصراحة بشكر طرق الجمل جدا لانه هو بيساعدنا كتير وبيساعد كل الاسر المنتجة من الناس الهيلة محمد شريف صورة دي فيها رسالة بس اللي بيشوفنا ده محافظ الموصل بقول الصورة دي يا جماعة كواس انكم يسبتوها الصورة دي بنقول الصورة دي في قلب العراق في قلب الموصل وتحديدا في الموصل اللي كانوا بقولوا فيها وفيها وفيها الصورة اهي وده معرض المنتجات المصرية لمبادرة حرفي مصر حول العالم في الموصل يعني انا سيد كاميرا ناس من بلدنا موجودة في العراق وان شاء الله هنجوب مع بعض كل الدول العربية انا راح يوم الحد راحين انا وهي وحنان لان معانا كام شغل جبير جدا فمش قدر ان انا اسوأ الواحدي طبعا ما شاء الله هما متبرعين بوقتهم ومجهودهم ان هما يبيعوا الشغل للناس متبرعين يعني مش واغدين من حد كل اللي سلمنا شغل مش واغدين منه جنيه شحن ولا تيك التيران ولا اي شيء واغدين منهم اسعار مش رخيصة ومش غالية يعني مش هي منتجات رخيصة ومش هي منتجات غالية يعني هم من المنتج يمشي يعني هم من المنتج يمشي طب يا ترى لسه باب الانضمام للمبادرة مفتوح لا احنا قفلينه حاليا عشان احنا 150 فاحنا عايزين ندي 150 اكبر خدمة فعلا انت توجيهم ويبدأوا ترقهم يعني مثلا اللي بيروح وزارة التضامن بيتسجل اسر منتجة بعد كده هتلاقي قريدي منه للأسر المنتجة او منه لوزارة التضامن طبعا ده سيد هاني عبد المنعم دي شركة اوديكس وهو الوكيل الحصري للمعارضة المصرية برا مصر في افريقيا والدول العربية طبعا انا بقدم له كل الشكر والتحية لان هو اخ قبل ما يكون ارجانايزر طب حضرتك عايزة تقولي ايه للفنانين وصناعة الهند ميد والناس اللي شغالة دلوقتي وحبين منتجاتهم تطلع برا تمسكوا بحلمكم انتجوا الرئيس قال كلمة حلوة قوي حطوها في ذهنكو اللي يضايقك اشتغل اللي يقولك كلمة سلبية اشتغل اللي عايز يهدمك اشتغل الشغل هو اللي هيرد على كل حاجة بتقلمك فاشتغل في فترة معينة هتلاقي الشغل هو اللي بتكلم عنك فاتمنى ان انتو تتمسكوا بحلمكم رسالة يعني جميلة جدا كلام عميق قوي من حد بجد تعب وعرق ولف اه في دول كتير جدا علشان يعرض المنتجات المصرية عايزة ديف نقطة فضل الألم اللي بيتعرض له لك في وقت ما بيبقى دافع كبير جدا لتفوقه نجاح وده انا دحنا كده شخصية اه يعني كده الموضوع دخلنا كده في مصطلحات عميقة اه يا جماعة طيب اه استاذة مونة انا يعني حابب يعني اعرف ازاي تراثنا والهوية المصرية ازاي نصدرها وتطفى على كل المعارض في كل دول العالم والله احنا في المبادرة بنحاول بقدر الامكان نفرد نفسنا برا ونفرد وجودنا مرة بالمنتج المصري هما برا طبعا مصري دي جنان بالنسبة لك بيعشاؤه حاجة اسمها انتاج مصري ومصريين يعني انا عايش عشرين سنة في الكويت خيل المعرض المصري هناك كان بيبعمل ازاي زحمة بيموتوا في حالة المصريين والله استاذة مونة انا في برنامجي وفي كل في انترهاتي وفي كل كلامي وفي الفواصل وفي كل لقاتي بقول نعرف ايمة مصر الناس برا عرفاها لكن للأسف عندنا ناس مش عارفة ايمة بلدنا احنا ام الدونيا احنا اهم دولة في العالم احنا المحروسة من رب العالمين يعني كل الدول محروسة بملك احنا محروسين من رب العالمين والله يهو بنا ذكرها في الكرآن كم مرة الموضوع محتاج حلقات يا جماعة والله انتو كده بجد حسستوني يعني بجد والله يا جماعة والله العظيم فكروا بنحبها اقروا بالزبط اقروا عن مصر بنحبها يا جماعة اقروا عن مصر اول كلمة نزلت على قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام اقرأ وللأسف احنا ما بنقراش اقروا عن مصر علشان تصدقونا وتصدقوا الناس اللي بيلفوا دول بيقابلوا بيشوفوا الناس دي بتبقى فخورة يقفوا كده يقولوا احنا مصريين احنا مصريين احنا عايزة اقولك من لهجتي بس ويعرفوا ان انا مصرية وييجوا دي يعني فخورة دي كلمة قليلة يعني ان انا مصرية سواء في المطار او في المعرض او في السوق حتى في السوق احنا مشين لو لاحظوا ان انا مصرية اجنبية ماشية يعني لا 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 وضع مصر ووضع كبير وضخم وفيه تحديات على بلدنا جامدة جدا 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 مش هيقومها غيرنا غيرنا احنا احنا الشعب مش حكومة مش جهات احنا الشعب أستاذ مونة ازاي احنا نوظف المعارض برا دي بجد في زيادة الولاء والانتماء للبلد وانه كل الناس بتفرج عليه دول اللي بتفرجوا عالتفزون يقدروا ويشتغلوا وهم عادين ازاي نوصل الانتشار اول حاجة تاني حاجة اللسان الحلو المعاملة الحلوة الكلمة الحلوة بتقسر انت بتطلع برا اللي انت بتعمله ده انتباع الناس برا عن مصر مش عنك انت كشخص انت طالع برا بتمثل مصر شكلا وموضوعا بس هو ده الكلام النهاردة قوي جدا واضح ان ضيوفي مذاكرين قوي غلبوني النهاردة بالحجة وبجد كات المصطلحات والله كل كلمة قالتها الدكتورة سمحة دغيدي واستاذ مونة شبانة كل الكلام اللي قالوا ده والله العظيم يحتاج حلقات وحلقات علشان نقعد نفنطه ونبسطه كده كلام في حب مصر للأسف الوقت بيدهمنا والمخرج خلاص احنا لازم نخرج لازم نخرج فاصل خلي بالك يا محمد في حاجة هو الكلام عشان تلع من قلبنا فهيوصل للناس لقلبنا معلشان كده الناس بتحبنا في ناس من بلدنا هنخرج فاصل سريع لكن واحنا في الفاصل هنشوف دكتورة سماح وحرف مصر حول العالم في العراق صوت وصورة وهنشوف الناس برا بيحبوا مصر الليه علشان احنا نحبها فاصل ورجعي كل ما هو منتج يدوي مصري من ملابس من اكسسوار من اساس من خن خليلي من صدف من منتجات كتير من عشاب من توابل موجودين في الموصل هنا حبينا نيجي الموصل لان احنا زرنا كزا مدينة في العراق زرنا نجا في كربلاء وكزا حاجة تانية فحبينا ان احنا نكون متواجدين هنا كمان بالموصل نكمل الدورة بتاعتنا اللي هي التعاون التجاري ما بين دولة جمهورية مصر العربية وما بين العراق